وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير كم من الآثار الصحيحة التي جاءت في شدة خشوعه كان مرة في صلاته فضرب جانب البيت بالمنجنيق فما تحرك من صلاته لشدة خشوعه وارتباطه بالله عز وجل جاء في وصفه أنه كان يصلي كأنه عمود لا يتحرك من الخشوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى بل كان يصلي مرة فسقطت حية فكان يصرف أهله الحية الحية وهو لا يلتفت وحتى قالوا له بعد الصلاة عما حدث قال لم أشعر بذلك هذا من تمام الخشوع وتعلق القلب مع الله سبحانه وتعالى وتميم الأوس الداري كان يقرأ الآية الواحدة ليلة كاملة أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يتلوها ليلة كاملة تدبرا ووقوفا مع معانيها وورد نحوه عن الفضيل ابن عياض سمع بعضهم إذا السماء انشقت كما جاء عن إبراهيم النخعي فاضطربت طرابا شديدا لما سمع هذه الآية ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك كان كثير البكاء واشتكى في آخر حياته من عينيه فعرض على الطبيب قال دواؤك ألا تبكي فقال وما خيرهما إن لم تبكيا يعني خير هذه العين أن تخشع لله وأن تبكي لله عز وجل منصور بن المعتمر كان كثير العبادة وطول القيام وكان يصلي على سطح منزله فلما توفي قالت بنت جارتهم لأمها أين الخشبة التي كانت فوق بيت الجيران فقالت الأم يا بنيتي إنها ليست خشبة إنه منصور بن المعتمر كان يصلي الليل لكن من طول صلاته وقيامه وخشوعه ظنت هذه البنت أنها خشبة منصوبة كان مسلم ابن يسار يقول لأهله إذا دخلت الصلاة فتحدثوا بما شئتم فإني لا أشعر بكم يكون متصل بالله سبحانه وتعالى كانوا يتأثرون حتى في مجالس العلم عبد الله ابن المبارك صاحب كتاب الزهد وهذه ثلاثة كتب في الزهد حري بالطالب أن يقرأها الزهد لإمام أحمد والزهد لعبد الله المبارك والزهد لهناد السري فكان إذا قرأ كتاب الزهد يبكي بكاء شديد كأنه ثور منحور في وصفه قالوا لا يستفاد منه أياما من تأثره والإمام البخاري رحمه الله جاء أنه صلى مرة فدخل في ثوبه زنبور فلدغ الإمام البخاري سبعة عشر لدغة فما تحرك الإمام البخاري في صلاته وبعد الصلاة قال انظروا ما الذي آذاني فنظروا فإذا هو زنبور وجاء ذلك أيضا عن أحمد النصر المروزي أنه جاء زنبور وهو يصلي في صلاته فلدغه في وجهه حتى انتفخ وجهه وما تحرك في هذه الصلاة فكانوا في أوصافهم لما نقرأ في كتب السير يوصف الكثير منهم بأنه كالعمد ما يتحرك من شدة خشوعهم وعلي بن حسين زين العابدين وقع حريق في بيتهم فقيل له النار النار فما تحرك من صلاته وهذا من شدة خشوعه وتعلقه بالله عز وجل